أهلا سهلا بكم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان كل عام وحضراتكم بخير الله ما تقبل صيامنا وقيامنا ورقوعنا وسجودنا ربنا تقبل منا ومنكم صالح العمال متابعينا بشكركم جدا على دعمكم للفيديوهات السابقة بقول له اي مشاهد جديد مستشترك على لايك الفيديو واشترك في القناة علشان يصل لكل جديد الفترة ده يا جماعة طبعا بنطلع على أسعار الخضار كالعادة وبنطلع طبعا فيديوهات حاليا لأسعار الكمون وداريس الكمون والينسون والكلام ده كله هسيب لك طبعا فيديوهات في شاشة النهائة ممكن تضغط عليها تشاهدها لو مهتم بطرق زراعة الكمون والينسون والكلام ده كله وان شاء الله هنطلع فيديوهات عن زراعة الفول الصوية والمحاصيل الزراعية ان شاء الله فهنحاول نفيدك يعني النصيحة اشترك في القناة لو لسه ما اشتركت اشتركتش وعمل لايك الفيديو بحيث ان يصل لكل جديد لو حابب تستفاد ربنا اعود عليكم الوقت بخير طيب الاسعار النهاردة جماعة في سوق العبور للجملة بداية كده عشان بس تبقى فاهم حاجة مهمة جدا الاسعار يا جماعة يعني اسعار البصل اسعار التوم النواشف عموما يا جماعة يعني هتلاقي اسعارها ثابتة ليه؟ دي سلعة قابلة للتخزين دي سلعة قابلة للتخزين والبطاطس كذلك الامر يعني قابلة انها تعود يعني هتلاقي اسعارهم ثابتة يعني البطاطس هتلاقي فيها من 10 جنيه لحد 11 جنيه و 12 جنيه في الجودة العالية وهتلاقي طبعا اقل جودة هتلاقي فيه بطاطس من 7 جنيه لحد 8 جنيه دي بخلاف البطاطس الفارزة هتلاقي فيها 6 جنيه و 5 جنيه ايه الاسعار اللي ممكن تنهار وتنخفض الايام اللي احنا فيها دي بالنسبة للخيار هتلاقي اسعارهم خفضت جدا الفترة الجاية لان ده غير قابل للتخزينة جماعة ممكن تلاقي فيه خيار ب3 جنيه و 2 جنيه زي ما انت تقول اول بالنسبة للطماطم ممكن اسعارها تنهار مع انها غالية النهار ده في سوء تجزية في نسبة باحة ب20 و في نسبة باحة ب15 بالنسبة للكوسة هتلاقيها برضو منخفضة يعني ممكن تلاقي فيه خمسة 6 جنيه و 4 جنيه حسب جودتها طيب انما بالنسبة لأسعار التوم ده التوم طبعا كلنا عارفين ده يعني نوع من انواع الخضار من النواشف قابل للتخزين يعني ممكن يقعد مش هيجراله اي حاجة فطبعا التاجر اللي في سوء العبور عادي نسابه يسيبه يبيعه بعد العيد براحته بعد شهر بعد شهرين ما فيش اي مشكلة مش هيجراله اي حاجة التوم الأحمر يا جماعة طبعا فيه بداية من 20 جنيه لحد 25 جنيه احنا طبعا مش نسينكوا حتى ليلة العيد وايام العيد ادنا مع بعضينا وبنعرض لك الاسعار برضو التوم الأبيض سعر منخفض شوية فيه لحد 17 جنيه من 15 لحد 17 جنيه التوم اسعاره شدد فيه توم يا جماعة طبعا الناس بتسرح به فيه القرى ده بيجيبوه من الارض الزراعية بيتباع طبعا ب15 جنيه بيتباع ب15 جنيه لان ده بيجيبوه من الارض الزراعية على طول طيب اسعار البصل البصل يا جماعة قلنا العرض منه زاد اوء واسعاره انخفضت يعني والتصدير شغال ولكن العرض كتير يا جماعة والمزروح كتير فيه مزارعين بتزعل طبعا من اسعار البصل ولكن طبعا احنا مزن بناش حاجة احنا بنعرض لك الاسعار اللي موجودة في السوق لو الله لو ارتفع بنقول لك ارتفع انخفض بنقول انخفض ربنا يرزق الجامح خير يا جماعة انا عارفين الزراعة مكلفة وربنا يرزق المزارعين خير ويرزق الجامح خير البصل الفتيلة فيه لحد 10 جنيه 10 جنيه ونص وهتلاقى اقل جودة ممكن تلاقى 9 جنيه في الفتيلة البصل الاحمر الجديد طبعا فيه لحد 11 جنيه 12 جنيه في الجودة العالية البصل الاحمر القديمة جماعة لا فيه من 20 لحد 23 جنيه حسب جودته الفيديوات اللي بتلك عليها موجودة على شاشة ايه شكرا لكم وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته